توفي الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين بن علي الذي وافته ألمانية الخميس عن عمر ناهز 81 عاما قضاها في خدمة الوطن ولد في 221 عام 1940 في عمان الأردن توفي في 29 نيسان 2021 في عمان الأردن عن عمر ناهز 81 عاما تلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان الإخوة والأخوات الحسن بن طلال والحسين بن طلال وبسمة بنت طلال عم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التحقى بمدرسة بوسوليل في سويسرا الابن الثاني للملك طلال بن عبدالعزيز والملكة زين الشرف أنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة التحقى بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد انضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين تولى الأمير عدد من المناصف في حياته ولي عهد الأردن في عهد الملك حسين بن طلال عين رئيسا لمجلس شيوخ العشائر في عام 1970 عين ممثلا شخصيا للملك من عام 1973 ومازال يتولى هذا المنصم ترقص فيه فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة وعين أكثر من مرة رئيسا لهيئة النيابة على العرش ونائبا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته إن لله وإن إليه راجع اشتركوا في القناة